يعني لسه برضو بنتكلم ان الستات كلهم محيارين وبصراحة لازم يبقى صرحة اما هالستات برضو ومش سهلة يعني يعني ان انت عشان تفهم واحدة ست وتبتدي تخليها تحبك وتتعلق بيك وترتبط بيها وده مجهود اللي عايز يبقى سعيد لازم يعمل مجهود مجهود ان دي اللي هتخليه بقى سعيد الست دي لو امتلكها هيبقى حياته اسعد فالموضوع السعادة مش حاجة بسيطة يعني الناس كتير في العالم كله كلهم دولتي امنيتهم الوحيدة مش الفلوس ولا العربيات ولا الاصور ولا ولا السعادة ان انا عايزة بقى سعيد انت تقعد مع الراجل وتقعد مع ست تلاقي المشكلة انت تبقى سعيد فين هو نفسه يبقى سعيد وهي نفس الحكاية بس احنا بنكسل نعم المجهود احنا بنكسل نعم المجهود ونتعب عشان نوصل للسعادة لأ انا عايزة واحدة ست تفصيل تعمل كل حاجة انا بحبها من غير ما ما تسألني من غير ما اقول لها ايه اللي انا بحبه ايه اللي ما بحبوش هي مفوت تعرف كل حاجة عني لوحديها كده اوتوماتيك يعني نازلة من الكوكب فضائي كده عارفة كل حاجة وعارفة طفلته ايه مشاكله فيها وعارفة بابا كان بيعمله ازاي وعارفة 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 طب ازاي يا بابا يعني ازاي ما لازم الست دي انت اللي توصلها لمرحلة الفهمة ده ونفس الحكاية طب يعني انا اوصلك واعرف ادرسك واو ادخل لكل تفاصيلك وانت اول ما اقول لك طب انت فاهم ما ناقصه دي لا لا اه فاهم فاهم وخلاص وخلص الموضوع يعني دايما انت لايه الرجال انت فاهمني حبيبا انا عايزة ايه انت حطيدي ايدك على مربط الفرز فكرة المجهود المجهود محدش عاوز يبزل المجهود عشان يفهم التاني يمكن عشان التاني برضو مش فاهم نفسه ما والله يواني ببكلمش ع الستة بكلم ع الراجل كمان برضو يعني الواحد فعلا لازم يفهم نفسه عشان الناس تفهمهم طب انت شايف ان الرجالة مش قادرين يفهموا الستات انا بمحبش التعميل في الحاجات دي خالص يعني نسبة كبيرة اه يعني وهي المشكلة ان احنا ساعات بتتصدر لنا مشاكل من برا او من ناس حولينا ونبدأ نستغرق في حلولها مع ان هي اصلا مش عندنا مش بتاعت بالزبط هي الفكرة في ازاي الكل طرف يفكر في التاني ان هو مش جايبه علشان يغيره هو حبه زي ما هو فما ينفعش ايه كلمة ايه الازعو طباح على طبعي اه الكلمة دي غلط تماما ما فيش حاسمها كده حاجة يعني فيش حاسمها كده صعبة بالزبط انت طبع ويه طبع انتو الاتنين عشان تشتركوا في بناء هذا البيت فاللي اشتركوا مش فالكه ده في ايه ان انا فهمك وانتي تفهمين هقبلك زي من انتي وانا هقبلك زي من انت انا هضحي وانتي هتضحي ما ينفعش وضحي بايه مش تضحي ان انت تتغير نفسك لان انت لو انت هتغير نفسك بشوف حتى ايه اصلا ياري فكرة في ان انت تضحي بوقت من عندك عشان وقتها عشان تدهولها ويه تضحي بوقت من عندها عشان تدهولها مهبضة استاذ محمد موضوع برضو صعب انا اقولك ليه انا صريح يعني هتكلم عن الستات دلوقتي يعني برضو احنا كستات يعني بنعمل موجود كتير اوي في بداية العلاقة يعني ممكن ينبقى فيها علامات مش عجباني وعدي ولطيفة ولزيزة وبتحك والراجب برضو والله اه يعني نفس الحكاية احنا الاتنين بنجري في تراك واحد وانا مبسوطة اوي وبعديلك حاجة كتير وانت مبسوطة اوي بتعديلي حاجات كتير هل ده المصلحة متبادلة يعني انا عايزة تجاوز فانت عايزة تجاوز او انا عايزة منك حاجة فانت عايزة مني حاجة يعني الست برضو بتبقى دخلة شريكة في المصلحة دي يعني لا استثني الستات طبعا طبعا لان انت برضو في الاول بتعملي مجهود جبار وبتعديله غلطات وبتعديله هفوات بعد الجواز ما بتعديهاش مقدار غلط بقى اه هي الفكرة في ان انت لو انت شاف ان هو فيه عنده غلطات قاتلة بالنسبة لك انت مش هتطرفي تعديها بعد كده هو قافي ونفس الوقت الراجل الفكرة في ان البناء ادم لازم يبحث في دماغه ان هو ما ينفعش مثلا بعد 25 سنة يفضل زي ما هو لحد 45-46 وكذا البناء ادم بيتطور فلازم يعرف ان هو اللي قدامه ديا هي لازم توصل لمرحام التطور وانت نفسك نفس الحكاية انما انت تفضل بدماغ زي ما انت كده طول الوقت يعني انت مثلا انما تجي تبص على نفسك ده ما يقولك ايه ما تقرنش نفسك بحد تقرن نفسك بنفسك بزاف ان انت مثلا عندك دلوقتي كذا سنة مثلا وصلت لسنة 30 انا وانا عندي 30 زي ما عندي 25 نفس التفكير بزاف مش بس قالت ان انت اعملت مجهود او منصب او حاجة زي كده او فلوس تفكيرك انت ضفت ايه لنفسك كشخصية بان ادم بيتحولت البناء تاني ولا لو انت فضلت زي ما انت اعرف ان انت ما كستش ايه حاجة حتى لقصيت فوش كتير جد لان انت انت نفسك زي ما تقول زي ما انت وكل التجارب انت عاد في عليك الخمس سنين دي ما اصيرش فيك خالص فده معنا ان انت عندك مشكلة التطور يعني التطور جزء من الطبيعة فلازم يبقى ده يبقى كده حاطف دمه وكده فالراجل والست لازم يدخلين في العلاقة انهما عارفين انهما فيه ان دي بداية مرحلة التطور للشخصية الاتنين انا هستفد منك وانت هستفد منك انا هتغير وانت هتتغير انا شخصيتي مش برضو هتتطور يعني مش نفس الطفلة اللي ممكن انت رضيها بتاع شكولات وانت رايح تقابلها ولا انت برضو نفس الشخص العشوائي اللي هو انا عصبي فما تكلمنيش دلو لا الحياة لما بعد الارتباط والاولاد الحكاية بتبقى أعقل فانت لو ما تغيرتش ومع تغيراتي انا كمان الفيسيولوجية والنفسية والجسمانية الحياة برضو بيلاقي نسبة الطلاق بتزيد لان انا لانا فاهمة اللي انا شايفال دا دايما الستاتة تقولك ايه لا دا واحد تاني خالص غير لانا اتجوزته وهو يروح قدام أهل وقلهم لا لا دي شخصية تانية خالص دي مش دي لانا اتجوزته ليه لانا انت لا عايز تفهم ولا انا عايز افهم ما فيهموش اشارات بعض بالزبط كم دي مش كلها كلها ما فيهمش تانية